استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب سعادة السيد عبدالله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمال الشقيقة وذلك مناسبة انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهم الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على كافة الأصعدة وذلك في ظل التوجيهات السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح فضه الله ورعا وأخي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثب من طارق السعيد سلطان عمان الشقيقة فضه الله ورعا أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الطيبة التي بذلها سفير سلطنة عمان خلال فترة عمله متمنيا سموه له التوفيق والنجاح في حياته العملية المقبلة من جانبه أعرب سعادة سفير سلطنة عمان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية العمانية ومنوها بما لقيه من دعم ومساندة في مملكة البحرين أسهمت في تسهيل مهام عمله في المملكة بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات